انت مش عارف انت بتكلم مين؟ جملة كلنا احنا عارفينها انا النهاردة اصلا جاي اصور حلقة يعني اصور محاضرة شرحة لله اللي طلابي بس شفت موقف قدامي ووالله ما حصلش معي بس شفت موقف قدامي وكذا حد حكالي كذا حاجة وشفت كذا حاجة بتتكرر فيه الكلمة او الجملة اللي احنا عارفينها كتير انت مش عارف انت بتكلم مين؟ لا والله مش عارف بكلم مين ناس كتير جدا تحس ان هو حتى في نظرة عينيه قاعد معك بتكلم كده ومنتهى التانية كلامه أغزقان تانية تانية كده اهو قاعد وفي حاس بنفسه قوي او انت بتتكلم فيه حاس ان هو في كوكب تاني وانت في كوكب تالت خالص مع اني ان كان انت افضل منه كتير ازاي ما هو عنده فلوس كتيرة ما مش بالفلوس كان زمان قارون اللي ربنا اهلكه كان زمانه هو احسن من الناس كتير مال بايه بالطقوة ان اقرامكم عند الله اتقاكم انت متعرفش قلبه في ايه بينه بين ربه ايه وبعدين اصلا الدليل عن نجاح مش بس بالماديات او بالعربيات او بالعمارات او بالفلات الدليل عن نجاح بحاجات كتيرة جدا 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 اي شخص نجح بجد عارفها الدليل عن نجاح بجد العلاقة بينه وربنا الدليل عن نجاح بجد ان انا قدم خدمة المجتمع لها والناس وتكون فعلا حقيقية وموجودة وملموسة مش مجرد كدب ولا مش جرد كذا وكذا وكذا او مجرد شو او مجرد برومة جامدة الكلام ده ممكن يزعل بين الناس كتير بس والله أنا ما أصد نفس حد بعينه بس موقف حصل فأنا كالعادة حتى لو مش مجالي موقف حاجة حصلت بطلع عدردش معاكو شوي المهم ففعلا الدليل عن نجاح خالص بحاجات كتيرة جدا جدا أي حد نجاح عارفها فبلاش بس سنة التناكة دي أو سنة أنت شايف نفسك أفضل من غيرك إن أقرامكم عند الله أطقاكم دي حاجة الحاجة التانية ممكن أصلا اللي لسة ما عندوش أو اللسة ما وصلش أو اللسة ما عملش أو اللسة ما حققش أو اللسة أو اللسة أو اللسة يكون أفضل منك بعدين دي حاجة الحاجة التانية أصلا الخير اللي حضرتك فيه يعني ربنا يزيدك ويديم عليك ممكن يكون أصلا فتنة إزاي ونبلوناكم بالشري والخير فتنة ده ممكن أصلا الخير ابتلاق إحنا جايين في الدنيا كلنا نبتله طيب أنت مش عارف أنت بتكلم مين لا والله ما عرفش ده أنا عندي وعندي وعندي دي حاجة بينك وين ربك في الآخر هو يحسبك عليها أنا مليش دعوة هناك بقى مش هتقول أنت عارف أنت بتكلم مين ملخص القصة عشان الموقف بس دايقني والناس دي معرفش تتكلم أو ترد أو تاخد أي حاجة أو ما كانتش عن ضع شخصية ترد عن ناس دي في الوقت ده أو تواضع ما ردتش عن ناس ده أو حلم أو دحكت في السنة أنت عارف أنت بتكلم مين أنا عارف إمتي وعملت إيه نفسي فأنت مش داخلتك دي مش هتفر معايا كتير فحبيت أتكلم في الموضوع ده حضرتك مين طيب أنت مش عارف حديث الربي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالة زرة من كبر مثقالة زرة ينهرة بل الزرة بتتشافل من كبر من توضع لله رفعوك ومين أعطاك ومين رسقك ربنا طيب أنت حضرتك لو جالك شوية كحة معلش كورونا معلش اللي هي في الزمن دلوقت دي ومنتشرة كورونا بس في زورك هتقعدك في البيت لا صحة ولا مال ولا أولاد ولا زوجة ولا أي حاجة هينفعوك بينك وبين مين بالربك ملخص كلامي حاجة لله بلاش سنة الغرور وسنة الأنف الفوق لأنه ممكن حدي بتعاملك بتواضع جدا مش عشان هو شايفك حاجة كبيرة خالك عشان هو محترم وعشان زوج وعشان مؤدب فأنت تفهمها غلط أو أنت قريدي شايف نفسك نجح في أجمد حاجة أنت جام التنين وبتطير بالليل ومحدش بيطير غيرك أنت مثلا كدكتور مش شايف نفسك أنجح منك مع أنه يمكن يكون في أماكن تانية وفي حيطة تانية على الأرض ناس أنجح منك بكتير وممكن أصلا جارك ما يسمحش عنك فما تعمليش مشهور جدا ممكن تكون مدرس كمهنتنا أو مهندس جولوجي أو حاجة تانية أو حاجة حد نجح في مجالك أو أي حاجة في ربنا يديم عليك نجاحك وميقولش كده خلص وفرح بنجاحك بس في فرق بين الثقة وفي فرق بيننا عارف رحم الله وامرينا عارفك قادرة نفسي وإنت عارف قيمة نفسك بس بتواضع وثقة وحب وفي فرق خالص بين أنت شايف نفسك حاجة ندرة حاجة ما حصلتش حاجة ما حادش عاملك أنت بتشرح بطرقة ما فيش حد غيرك بشرح بيها وإنت عندك عيادة أو عندك دكتور أو بش عارف بتعمل عملية بش حد غيرك بيعملها كلهم بيعملوها كده أنت بتفتح لتحت وما بيفتحه الفوق أنت بتفتح لتحت أنت بتعمل سوستة في العملية عشان تفتحه في البرحتك ده أنت جام التنين في ناس مثلا بتركب سنان دهب كده وإنت بتركب سنان حاجة غريبة سنان بتقلب بالليل يعني مثلا ممكن يقلب درس بعد كده لو عس تستخدمه سنة بتشده كده يبس سنة فتكه البيعات أنت حضرتك ناجح ومحترم وشاطر في مجالك وكويس زي ناس كتير غيرك موجودين معك على الأرض ربنا خلقهم زيك نجحين وكويسين أنت نجح النهاردة غيرك نجح بكرة أنت معك فلوس النهاردة الله أعلم ربنا يديم عليك نعم بس معك بكرة ولا معكش ملخص الكلام كلنا عبيد الله كلنا مخلنا على الأرض كلنا سواسية أخرنا متر في متر أبر متر في متر هتبقى فيه لوحدك ما فيش حاجة معاك خالص وهتقابل ربنا لوحدك من غير حاجة خالص فملهاش لازمة الخمسين ستين سنة اللي انت عايش يوم على الأرض تعرف نفسك وتعرفنا معاك وتعرف اللي حواليك بيك فآخر حاجة أقولها لك أنا مش عارف انت مي